الشباب بيمارسوا العدس سرية و70% من الشباب بيمارسوا العدس سرية لما هنتكلم عن العدس سرية هنتكلم فيها من أكتر من اتجاه هنتكلم فيها في الجانب الجسدي وأضرارها على الجسد وهنتكلم فيها عن الجانب النفسي وهنتكلم فيها برضو يعني هنذكر بقى لمحة كده بسيطة عن الجانب الديني فهنبدأ بالجانب الجسدي بتاعها هنقول إن العدس سرية ممارسة العدس سرية بيؤدي للإحساس بالشعور بالتعب والإرهاق الجسدي جامد جدا خصوصا بقى مع التكرار تاني حاجة ألم في أسفل الظهر تالت حاجة خاصة بالرجال وهي فيما بعد مع التكرار بعد الزواج بيؤدي إلى صورة القصف وده من الأمراض اللي الرجالة كتير جدا بيشتكوا منها وبيبقى بيأثر على نفسيتهم وبيحاولوا إنهما بيبقى نفسهم إنهما يحلوها بأي طريقة رابح حاجة ضعف الزاكرة إنه بيكرر العدس سرية ده بيلاحظ إنهما بقى عنده ضعف زاكرة الزاكرة بتاعته ما بقيتش هي بتاعت زمان بينسب سرعة بيعمل سرعة ومش هي دي المشاط بتاعت زاكرة بتاعتها من الجانب النفسي العدس سرية عند البنات أو الأولاد بيبنيها أضرار نفسية جامدة جدا من الأضرار بتاعتها ومن الحاجات اللي بيحسها الإنسان إنه بيكون دايما حزين وكئيب ومكتئب خصوصا إنه بعد ما بيعملها أول شعور بيجي له ما بيبدأ ما بيقلها بيجي له شعور استحقار للذات وشعور بالذب جامد وبيقدي إلى تشتت في الزهن وعدم التركيز بيبقى تركيزه قليل وعنده تشتت في الزهن طبعا من الجانب الديني إحنا عارفين إنه هي محرمة وكل العلماء أجمعت على تحريم العدس سرية إحنا تكلمنا عن أضرارها وإيه الحاجات اللي بتعملها في الجسد وإيه مشاكلها النفسية هنقول بقى الحلول الحلول أول حل لازم إن إحنا نبتعد عن العزلة الاجتماعية ميبقى إحنا حد يقعد منفرد لوحده لأنه هيقعد منفرد لوحده وهو كان متعود أو هو عنده فكرة عن الموضوع ده هيبدأ إنه هو يفكر يعمل كده نفسك إلا أنت إشغالها بالحق شعرتك هي بالباطل تاني حاجة من الحاجات المهمة في الموضوع ده ممارسة الرياضة بشكل منتظم واللي بيحاول إنه يقلع عن الموضوع ده تيبقى لازم يطلع يفرغ الطاقة اللي جواه في الرياضة عشان يبقى خلاص جسمه غير مستعد إنه هو يفكر في حاجة زي كده تالت حاجة هو إشغال وقت الفراغ بحاجة مفيدة واليبتعد بقى عن المؤسرات اللي هي إيه ممكن تحصل عنده تحفيز تحفز عنده الموضوع ده أو العالة ديت زي بقى التلفزيون الأيام ديت زي الإنترنت والمشيات ديت ويبتعد عن أو يغض البصر من الآخر رابح حاجة عدم الخلود للنوم إلا وهو منهك إنه خلاص عايز ينام ما يروحش على السرير وييفل قضاء نفسه وهو لسه صاحي عشان ما يفكرش موضوع ده خصوصا للناس اللي متعودة عليها خامس حاجة إنه لازم يجاهد نفسه في الموضوع ده ويفكر كويس جدا في الأثار المترتبة عليها لأنه بعد كده الأثار بتاعتها هو بيندم جدا خصوصا بعد الزواج مع موضوع صورة القذر نفسيا بيكتائب الزاكرة بتاعته بتبقى ترجمة نانسي قنقر